الصخب الإعلامي الذي يثيره رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو لعملية جيش الاحتلال الإسرائيلي درع شمالي على الحدود مع لبنان قابلها تساؤلات كثيرة في إسرائيل عن سر صمت حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله حتى الآن وعن سخرية اللبنانيين من العملية الإسرائيلية على حدودهم حزب الله لم يرد على قضية الأنفاق لكنه يصور قوات الجيش الإسرائيلي العاملة خلف الحدود وعن قرب للقول إن إسرائيل في هستيريا أما في الجانب اللبناني فالوضع هادئ ويتجهلون كليا الأنفاق وبموازات الترقب الإسرائيلي لموقف حزب الله استمرت الانتقادات الموجهة لنتنياهو وتوقيت عملية الجيش الإسرائيلي وجوهرها نتنياهو اختلق دراما في الشمال غير موجودة لتبريره تأجيل الانتخابات وتصريحات وزرائه وتهديداتهم لحزب الله ولبنان غير مسؤولة وخطرة ويمكن أن تؤدي إلى فهم خاطئ وتدر بالردع ما يحدث في الشمال ليس عملية عسكرية إنما عملية هندسية داخل الأرض الإسرائيلية تحذيرات ليفني تقاتعت مع تقديرات المحللين الذين دعوا إلى أخذ قدرات حزب الله في الحسبان قبل الإقدام على أي خطوة غير محسوبة النتائج حزب الله قوة عسكرية منظمة بنى نظرية قتالية إبداعية للتغلب على التفوق الإسرائيلي والحرب معه ليست كحرب الولايات المتحدة في أفغانستان يجب أن نتعامل مع أعدائنا كجيوش وليس كمنظمات إرهابية حزب الله في الشمال هو جيش بكل ما للكلمة من معنى وهذا ما يجب أن نفهمه وعلى وقع التحذيرات والانتقادات أشار مراقبون إلى أن إسرائيل تعمل على استثمار قضية الأنفق لهدفين تسخيم المعركة الإعلامية ضد حزب الله على الساحة الدولية وتسريع أشغال بناء جدار جديد في النقاط موضع الخلافي مع لبنان في منطقة المنارة مزكاف عام وشرق رأس النقورة التي تسير ببطء حتى الآن بسبب الخشية من رد شديد من قبل حزب الله ترجمة نانسي قنقر